تحاول حركة طالبان السيطرة على عواصب الأقاليم الرئيسة بعد استلائها على مناطق إدارية أصغر وذلك عقب اجتداد المعارك بينها وبين القوات الحكومية الأفغانية خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يعمق توالي سيطرة طالبان على المدن الأفغانية مخاوف الحكومة من اجتياح العاصمة كابل على يد عناصر الحركة حركة طالبان أعلنت سيطرتها على مدينتي قندوز وساريبول عاصمتي الولايتين التي تحملان الاسم نفسه شمالية أفغانستان بما في ذلك مكتب حاكم الولاية والسجن المركزي وجميع المباني الحكومية فضلا عن الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والآليات والمعدات العسكرية سيطرة طالبان على قندوز يعد بمثابة نصر كبير للحركة بحسب المراقبين حيث تقع المدينة عند بوابة الأقاليم الشمالية الغنية بالمعادن ولطالما كانت هذه الأقاليم هدفا للحركة سابقا فضلا عن أن السيطرة عليها ستخفف الضغط عن قوات طالبان من أجل حجدهم في أزاء أخرى شمالية البلاد والذي لطالما اعتبر معقيلا مناهدا للحركة الحكومة الأفغانية من جانبها لم تدلي بكثير من التصريحات بشأن سقوط عواصم الولايات مؤخرا باستثناء تعهدها باستعادتها وهو رد فعلها المعهود على المكاسب التي حققتها حركة طالبان رغم أنها فشلت في الإفاء بتعهداتها باستعادة عشرات المناطق والمراكز الحدودية خلال الأسابيع الماضية بالمقابل تقول الأمم المتحدة أن أفغانستان تدخل مرحلة مدمرة ومميتة بالتزامن مع تواصل الهجمات التي تشنها حركة طالبان للسيطرة على البلاد وأن استمرار المعارك في المدن الأفغانية أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين وتبقى أمكانية استعادة الجيش الأفغاني للمناطق التي سيطرت عليها الحركة أمرا غير معروف حتى بعد أن أطلقت الحكومة نداء للتعبئة لمحاربة طالبان الأمر الذي قد يؤدي بحسب خبراء أمنيين إلى تأجيج الوضع بشكل إضافي ويغرق البلاد في حرب أهلية فضلا عن ظهور فصائل مسلحة جديدة أخرى تحاول الاستلاء على السلطة من جانبها أيضا ترجمة نانسي قنقر